أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة وشدد رشوان على أن المصارى الجاد نحو تعددية سياسية حقيقية تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل أربعة مرشحين مؤكدا أن الهيئة العامة للاستعلامات شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع وأكد رشوان أن الهيئة ترحب باستقبال كل الاستفسارات والأسئلة من مراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية بشأن سير العملية الانتخابية للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين وذلك بالتنسيق المباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات